ولتفاصيل أكثر حول اجتماع الحكومة معنا مباشرة كريم بيبرس مرئيس التلفزيون المصري من العالمين كريم بعد التحية مؤتمر صحفي طبعا لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الاسبوعية أطلعنا على التفاصيل لديك نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما هذا الاجتماع ربما من أهم الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية نظر لأنه يناقش واحد من أهم الملفات التي تهم المواطن بشكل مباشر وهو ملف التعليم وأيضا ملف الصناع فيما يتعلق بملف التعليم فكان هناك تركيز على العقبات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترات الماضية والتي ستواجهها أيضا خلال الفترات القادمة بإذن الله وأيضا فيما يتعلق ببرنامج الحكومة للتعامل مع التحديات الخاصة بملف التعليم من أهمها بالطبع هي ارتفاع نسبة الغياب في المدارس على سبيل المثال وعجز أعداد المعلمين أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع مرحلة الثانوية العامة والتغيير في مرحلة الثانوية العامة ونظام الثانوية العامة كان هناك حديث من قبل لمجلس الوزراء فيما يتعلق بملف التعليم تحديدا حول آليات تجديد التعامل مع المواد وتقليص عدد المواد وأيضا مقارنة المواد المصرية وأيضا مقارنة ربما حجم وعدد المواد في المناهج المصرية بالنظام الأجنبي وتحديدا النظام البريطاني وكان هذا ضمن خطة الحكومة التي كانت قد عرضتها على مجلس النواب بالفعل خلال الفترة الماضية للثلاث سنوات القادمة هذا فيما يتعلق بملف التعليم أما فيما يتعلق بملف الصناعة ربما من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في الاجتماع اليوم هو التأكيد على توطين الصناعات المصرية المختلفة والاستغلال الأمثل للمواد الخام ولكن ربما من أهم أيضا النقاشات التي تمت فيما يتعلق بالصناعة هي آليات توفير المواد الخام واستغلالها بالطريقة المثلة والصحيحة وإعادة وتوطين تصناعها هنا في مصر بدلا من تصدير المواد الخام للخارج ثم إعادة استيرادها مرة أخرى كاسل لذلك من أهم فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد الخاص بمواد الخام كان هناك فتح ملف الاستثمار الأجنبي في مصر وآليات الاستثمار للتعامل مع هذه الصناعات وفتح أيضا تأكيد مرة أخرى على فتح الرخصة الذهبية للمصنعين والتسهيلات الخاصة بالصناعة بشكل عام أو للمستثمرين ليتم الاستثمار في المجالات التي منها المفترض أنها سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ولكن ربما من أهم هذه الملفات أيضا هي ملف الطاقة الخضراء وتحديدا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر فخلال مؤتمر المناخ كاب 27 الذي كان هنا في مصر في مدينة شرم الشيخ عقدت أكثر من اتفاقية فيما يتعلق باستثمار الخاص بالهيدروجين الأخضر ذلك تم التأكيد مرة أخرى على أهمية الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وأيضا في الطاقة المتقددة منها الطاقة الشمسية ومن أهم الملفات أيضا التي ستم مناقشتها وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية هي ملف الدواء وتوفير الأدوية وتوفير أيضا بعض الأدوية التي كانت قد نقصت في السوق من قبل وكان هناك مؤتمر لرئيس هيئة الدواء من أسبوعين تقريبا مع مجلس الوزراء هنا من العالمين الجديدة ودينا تحدث عن أن الأزمة ستنتهي خلال ثلاثة أشهر أي أننا اقتربنا تقريبا بعد شهرين من الآن ولكن الأهم أنه سيكون هناك مراجعة كل شهر عن طريق مجلس الوزراء لهيئة الدواء وأيضا توفر الأدوية الأساسية في الأسواق وهذا ما تم مناقشته وسيتم الحديث عنه أيضا في هذا الاجتماع نشكرك شكرا جزيلا كاريم بيبرس مرسل التلفزيون المصرية على هذه التطيل